اهلا بكم من جديد نبدأ من الشأن المحلي حيث افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد حميدان مركزا جديدا للتوظيف والتدريب في منطقة الجفير بمحافظة العاصمة ويأتي افتتاح مركز التوظيف الجديد في سياق اهتمام الحكومة الموقرة بتقديم أفضل الخدمات في مجال التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لاستقبال المراجعين المستفيدين من خدمات الوزارة من خلال مركز المنامة للتوظيف والتدريب ما يزيد على 1500 مراجع شهريا ويعمل المركز الجديد على تقديم خدمات شاملة في مجال التوظيف والتأهيل والتوجيه والإرشاد الوظيفي والتأمين ضد التعطل وتقديم الاستشارات للباحثين عن عمل كما يعرض فرص التدريب أمام الباحثين عن عمل بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين إضافة إلى خدمات أصحاب العمل وتثبيت توظيف العمل الوطنية بمنشآت القطاع الخاص مركز متطور بقدم خدمات متطورة للباحثين عن عمل من خلال إيجاد الوظائف المناسبة وإيجاد التدريب فرص التدريب المناسبة وكذلك خدمات التأمين ضد التعطل ومشكلات تحسين الأجور وإلى آخره والوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار التوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء سوف تستمر في تحسين الخدمات وتنويع الخدمات وتوصيلها إلى مختلف المناطق لتقديمها إلى المواطن بيسر وسهولة عقدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤتمر صحفيا للإعلان عن إحصائيات قطاع التجارة المحلية للنصف الأول لعام 2017 لإدارات حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وفحص المعادن والأحجار الكريمة وقد أظهرت إحصائيات إدارة حماية المستهلك ناجاح الوزارة في حل 89% من الشكاو المستلمة وديا والتي بلغ مجموعها 746 شكوى فيما بلغت قيمة السلع المسترجعة والمستبدلة 60 ألف دينار فيما استقبلت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة حوالي 60 ألف طلب فحص وإنتاج خمسة من مشغولات المعادن السمينة وإنجاز فحص 4 ملايين و400 ألف قطعة لؤلؤ طبيعي بزيادة نسبتها 118% خلال نفس الفترة من العام الماضي إضافة إلى فحص 888 ألف قطعة لؤلؤ مزروع وكذلك فحص 15 ألف قطعة حجر طبيعي في حين حققت إدارة المواصفات والمقاييس عددا من الإنجازات في مجال المواصفات والمطابقة والمترولوجيا حيث تم في شهر يونيو 2017 تدشين متجر البحرين للمواصفات كما تم اعتماد 1800 مواصفة ولائحة فنية وطنية في مختلف القطاعات الصناعية في المملكة وزارة الصناعة والتجارة عنيت بالرقابة على الأسواق ورقابة على بعض المنتجات في مملكة البحرين وهناك فريق عمل منذ زمن ليس بالقصير يقوم بعملية المراقبة في الأسواق على الأجهزة الكهربائية وعلى الأجهزة ذات العلاقة بتطبيق المواصفات وبما يتعلق بحماية المستهلك أو فحص الذهب والأحجار الكريمة بالنسبة لأعمال المسوحات والتفتيش هناك كان 14 مسح ميداني غطى 1079 زيارة تفتيشية حصيلة المخالفات تمثلت في 390 محل مخالف مجموع تلك المخالفات المرصودة لهذه المحلات حوالي 456 مخالفة وتم إحالة 6 منشآت للنيابة العامة لمخالفتها القوانية التي تصل بحماية المستهلك أبرزها قانون حماية المستهلك وقانون مكافعة الغشة التجارية والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نواصل النشر الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي كانت الرابح الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم بإغلاقها عند مستوى 7153 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.11% وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6823 نقطة كما هو موضح مشاهدينا على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.1% وبالنسبة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4556 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.69% أما بالنسبة لبورصة البحرين فقد أغلقت عند مستوى 1323 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1% وقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 923 ألف سهم بقيمة إجمالية جاوزت 255 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 34.49% من القيمة الإجمالية للأسهم قالت آرامكو السعودية أنها أرست أول عقد رئيسي في بناء مجمع للصناعات والخدمات البحرية تبلغ كلفته 5.2 مليار دولار ويهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط وقالت شركة النفط الوطنية أنها أرست عقد القيام بأعمال الحفر واستصلاح الأراضي وتوفير الهياكل البحرية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية على تحالف مكون من أركي دورين السعودية المحدودة وهوتا هجر فلد السعودية ولم تكشف شركة آرامكو التي تقود بناء المجمع عن قيمة العقد لكنها قالت أنه من المخطط استكمال أعمال هذا العقد بحلول عام 2020 رقم محاولات النظام المصرف القطري تفادي الصنبات التي توالت عليه جراء المقاطعة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل ولم تنجح في وقف النزيف الذي شهدته أصول المستثمرين الأجانب المودعة في البنوك القطرية وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فإن المستثمرين الأجانب سحبوا 55.8 مليار ريال من المصارف القطرية في يونيو كأكبر تراجع شهري خلال 14 عاما رقم محاولاتها برفع الفائدة على الودائع لأعلى مستوياتها في 8 سنوات وتفصيليا رفعت المصارف القطرية معدل الفائدة على ودائع الريال القطري لأجل طويل المدى بنهاية شهر يونيو 2017 لأعلى مستوياتها منذ يونيو 2009 ترجمة نانسي قنقر